اشتركوا في القناة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثاني عشر أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم المعلم محمد يحيس كيك معلم مادة التربية الإسلامية من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين نلتقي اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر وعنوان درسنا لهذا اليوم هو الاعتصام بالله تعالى كنت قد تحدثت في الحلقة السابقة عن نفس الدرس وتحدثنا فيه في عدة محاور تحدثنا في المحور الأول عن أهمية قراءة النص القرآني في هذا الدرس وحفظه وتحدثنا في محور ثاني عن معاني المفردات المهمة ثم تحدثنا في محور ثالث عن سبب نزول الآيات ثم تحدثنا في محور رابع عن التحذير من طاعة الأعداء وأخيرا تحدثنا عن التحذير من الكفر واليوم بإذن الله عز وجل نتمم درسنا وهو الاعتصام بالله تعالى وهو الدرس الخامس من الوحدة الأولى وهو درس مهم وقبل أن نبدأ ونشرع في المحاور التي نريد الحديث عنها في هذا اليوم لابد أن نقرأ الآيات القرآنية حتى نتمكن منها ونقرأها بطريقة صحيحة ثم نبدأ في المحاور التي نريد أن نشرحها في هذا اليوم ومحاورنا في هذا اليوم ستكون كالتالي سنتحدث في المحور الأول عن دعائم وحدة الأمة الإسلامية وتحت هذا المحور ثلاث محاور أيضا سنتحدث في محور أول عن تقوى الله عز وجل ثم في محور ثاني عن الاعتصام بالكتاب والسنة ثم في محور ثالث سنتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نختم ذلك بمحور أخير وهو عاقبة التفرق والاختلاف دعونا الآن لنستمع إلى الآيات القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم آيات عظيمة من كتاب الله الكريم وهي آيات من سورة آل عمران من الآية رقم 100 إلى الآية رقم 105 على الطالب أن يحفظ هذه الآيات حفظا متقنا وفي الحقيقة حسب خبرتي والطلاعي على الاختبارات السابقة فإن هذه السورة من أكثر أو هذا المقطع من آل عمران من أكثر المقاطع التي تأتي في الاختبارات النهائية والله تعالى أعلم نتكلم الآن في محورنا الأول دعائم وحدة الأمة الإسلامية دعائم وحدة المسلمين والدعائم ثلاثة تقوى الله الاعتصام بالكتاب والسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ممكن يأتيني سؤال يقول لي أذكر دعائم وحدة الأمة الإسلامية أو دعائم وحدة المسلمين ثلاثة دعائم أو ثلاثة دعائم التقوى الاعتصام بالكتاب والسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبدأ في محور فرعي أول وهو تقوى الله عز وجل وهو في قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ممكن في الاختبار يقول لك أذكر الآية القرآنية الدالة على المعاني التالية التقوى تكتب هذه الآية فقط يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أمر الله عز وجل عباده في هذه الآية بالتقوى سؤال علل لماذا أمر الله عز وجل عباده بالتقوى الإجابة ليحفظ عليهم وحدتهم وتماسكهم وهو سؤال مهم إذن أمر الله عز وجل عباده بالتقوى ليحفظ عليهم وحدتهم وتماسكهم وبيّنت الآية أن من يتق الله عز وجل ويبذل جهده ومستطاعه في فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه فهو المسلم الحقيقي الذي يتق الله عز وجل حق التقوى إذن حق التقوى هي الذي يتق الله عز وجل ويبذل جهده في فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهاه عنه ما المعنى المستفاد من هذه الآية ما المعنى المستفاد من هذه الآية السؤال في الاختبار وضح المعنى المستفاد من قوله تعالى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هذه الآية فيها دعوة إلى الاستعداد للقاء الله عز وجل في كل وقت مذعنين له بالطاعة ومخلصين له في العبادة إذن الآية تدل على أن الإنسان لابد أن يكون مستعداً للموت مستعداً للقاء الله عز وجل في كل وقت فالإنسان لا يعلم متى يفجأه الموت لا يعلم متى سيموت لهذا الإنسان لا يصح ولا يجوز له أن يسوف في الطاعات يقول سأصلي عندما أكبر سأذهب إلى الحج عندما أكبر في السن هذا لا يصح من الإنسان المسلم الإنسان يبادر إلى فعل الطاعات والقربات ويستعد للقاء الله عز وجل في كل وقت لأنه لا يعلم متى سيأتيه الموت نأتي الآن إلى المحور الفرعي الثاني وهو الاعتصام بالكتاب والسنة وهو الذي في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية هذه الآية تدعو المسلمين جميعاً إلى التمسك بكتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم لماذا دعتنا الآية إلى التمسك بالكتاب والسنة السبب لما في ذلك من حفظ وحدتهم ومنع تفرقهم إذن هذا سؤال عل المهم تدعو الآيات المسلمين جميعاً إلى التمسك بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة لما في ذلك من حفظ وحدتهم ومنع تفرقهم والآية أيضاً تذكر المسلمين بعظيم نعم الله وفضله عليهم حيث جمع بين قلوبهم بعد أن كانت متنافرة يعادي بعضهم بعضاً وكانوا في جاهلية على حافة النار بضلالهم فأنقضهم الله عز وجل من النار بأن هداهم للإسلام فهذه آية عظيمة تذكر المسلمين بنعمة الله عز وجل عليهم إذ جعلهم وهداهم إلى الإسلام بعد أن كانوا في ضلال وجاهلية في الآية حبل الله ما معنى حبل الله في الآية الكريمة الحبل الوالد في هذه الآية هو القرآن الكريم فقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ممكن يأتينا في سؤال اختر الإجابة الصحيحة يقول السؤال هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ألف جبريل عليه السلام با القرآن الكريم جيم السنة النبوية دال جميع الكتب السماوية الإجابة الصحيحة هو القرآن الكريم إذن حبل الله المراد به هو القرآن الكريم فالإنسان لابد أن يعتصم بحبل الله عز وجل أي بكتاب الله عز وجل وبدين الله عز وجل وبالإسلام جملة وتفصيلا نأتي الآن إلى المحور الثالث الفرعي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبل أن نبدأ في هذا المحور نذكر الطلاب الأعزاء والطالبات الكريمات أننا في درس الاعتصام بالله عز وجل وهو الدرس الخامس من الوحدة الأولى وطبعا أنا محدثكم المعلم محمد يحيس كيك من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين أتمنى أن تكون المعلومات يسيرة وواضحة وسهلة ننتقل الآن إلى المحور الفرعي الثالث وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي جاء في قول الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قد يأتيني في الاختبار أذكر الآية التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنكتب هذه الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا جماعة تدعو الناس إلى الخير وتأمرهم بما أمر الله عز وجل به وتنهاهم عما نهى عنه السبب في ذلك أن من يفعل ذلك يكون من أهل الفلاح في الدنيا والفائزون بنعيم الجنة في الآخر فهذا سؤال علل مهم يقول السؤال تدعو الآيات الكريمات إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لماذا أمر الله عز وجل المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإجابة لأن من يفعل ذلك يكون من أهل الفلاح في الدنيا والفائزون بنعيم الجنة في الآخرة هذا سؤال علل مهم جدا نأتي الآن إلى المحور الأخير في درس اليوم وفي حلقة اليوم وهو عاقبة التفرق والاختلاف وهو الذي جاء في قول الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الآية تحذر المؤمنين من التفرق شيعا وأحزاب ومن الاختلاف في أصول الدين من بعد ما اتضح لهم الحق وتبين لهم الهدى كما فعلت الأمم السابقة من قبلهم وإلا سيكون مصيرهم العذاب الشديد وهذه الجزئية وهذا المحور في عاقبة التفرق والاختلاف فيه درس كامل في الوحدة الأخيرة وهو الدرس الأول من الوحدة الأخيرة الذي بعنوان الفرق والمذاهب في الإسلام في هذا الدرس ستكتشف أن الفرق يرتبط اختلافها بالاختلاف في المعتقد فالفرق الضالة الفرق التي خرجت عن الطريق الصحيح هي التي اختلفت في أصول الدين في أصول الإيمان في أمور العقيدة في أمور العقيدة فهو درس مهم من الدروس المهمة وهو مرتبط ومتعلق بهذه الجزئية في هذا الدرس وهو عاقبة التفرق والاختلاف أما الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية إن كان قائما على دليل صحيح دليل معتبر فهو اختلاف قد يكون من الاختلاف المحمود مثل الاختلاف في بعض السنن الثابتة فدعاء الاستفتاح مثلا له أكثر من صيغة فإذا أخذ الإنسان بصيغة معينة مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق ومغرب إلى آخره أو أخذ بدعاء استفتاح آخر مثل وجهت وجهي للذي فطر السمت الأرض أو دعاء ثالث مثل سبحان الله بحمده إلى آخره من الأدعية التي ثبتت في دعاء الاستفتاح فهذا من الاختلاف المحمود لأن كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الاختلاف قائم عن الاختلاف في أصول الدين أو في العقيدة أو الاختلاف في أصول المسائل الشريعة بدون دليل موجه فهو اختلاف مذموم غير مقبول وسنفصل في هذا الأمر في درس الاختلاف بإذن الله عز وجل دعونا الآن نقف مع أهم الأسئلة في هذا الدرس المهم وأيضا دعونا نذكر أسئلة حتى من حلقة السابقة لأنها متعلقة في درس واحد سؤال اختر الإجابة الصحيحة وهو سؤال جاء في اختبار 2016 يقول السؤال سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية هو الخلاف الذي وقع بين ألف المهاجرين والأنصار با اليهود والأنصار جيم اليهود والمهاجرين دال الأوسو والخزرج الإجابة الصحيحة الأوسو والخزرج أيضا من الأسئلة المهمة وهو سؤال التقويم السؤال الأول الفرع الأول أيضا واجب المستنتجاه غير المعادين من أهل الكتاب غير المعادين ألف البر والإحسان إليهم با الكيد لهم جيم عدم استئمانهم دال إهمال أمرهم الإجابة الصحيحة ألف البر والإحسان إليهم أيضا من الأسئلة المهمة وهو سؤال التقويم أيضا فرع الثاني الخطاف في قوله تعالى وفيكم رسوله موجه لألف الصحابة وحدهم با الأوسو والخزرج دون غيرهم جيم المهاجرين والأنصار فقط دال المسلمين كافة الإجابة الصحيحة دال المسلمين كافة أيضا من أسئلة اختر الإجابة الصحيحة المهمة وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ألف جبريل عليه السلام با القرآن الكريم جيم السنة النبوية دال جميع الكتب السموية الإجابة الصحيحة هي القرآن الكريم أيضا نقف مع سؤال مهم وهو من أسئلة التقويم السؤال الثاني يقول أذكر دعائم وحدة الأمة الإسلامية كما وردت في الآيات الكريمة الإجابة الصحيحة واحد التقوى اثنين الاعتصام بالكتاب والسنة تلاتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الأسئلة المهمة في هذا الدرس وضح أقسام أهل الكتاب وفق نظرة الإسلام إليهم وهو السؤال الخامس في التقويم الإجابة أولا غير معادين لا يتعرضون للمسلمين بالأذى هؤلاء نتعامل معهم بالبر والإحسان ثانيا معادون يتعرضون للمسلمين بالأذى والسخرية وهؤلاء حذر الله عز وجل من طاعتهم واستئمانهم وأيضا من الأسئلة المهمة في هذا الدرس استنتج العلاقة وهو سؤال استنتاجي سؤال استنتاجي على الطالب أن يستنتج من خلال الدرس العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة المسلمين هذا سؤال مهم وأنا أقول في التقويم كل تقويم آخر سؤال فيه هو سؤال استنتاجي استنباطي وأنا سأجيب عليهم بإذن الله عز وجل في شرح الدروس السؤال الثامن مرة أخرى استنتج العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة المسلمين الإجابة الصحيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له من آثار عظيمة في إصلاح الأمة ونشر الفضائل والقيم ويحمي المجتمع من الجرائم والفساد وهو ما يحفظ على الأمة وحدتها ويمنع تفرقها إجابة السؤال الثامن في التقويم مرة أخرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار عظيمة في إصلاح الأمة ونشر الفضائل والقيم ويحمي المجتمع من الجرائم والفساد وهو ما يحفظ على الأمة وحدتها ويمنع تفرقها قبل أن أختم هذا الدرس أترك الطلاب مع سؤال تقويمي يجيبون عليه في البيوت بإذن الله عز وجل وهو السؤال السابع في التقويم لخص سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وأيضا أترك لهم سؤالا آخر فسر قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو ما المعنى المستفاد من قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا واجب منزلي إلى هنا طلابنا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم من شرح مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر حيث تناولنا في حلقة اليوم درس من الدروس المهمة وهو الاعتصام بالله تعالى وهو الدرس الخامس من الوحدة الأولى وتحدثنا عن عدة محاور تحدثنا في المحور الأول عن دعائم وحدة المسلمين وجعلنا تحته محاور متفرعة أولا تقوى الله عز وجل ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ختمنا بمحور أخير عن عاقبة التفرق والاختلاف شكرا لحسن استماعكم ونلتقي بكم في درس قادم بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث التربية الإسلامية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع الدروس عبر منصة ساونكلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسر والاستماع إلى كافة الدروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر